المساندة القوية التي أبرزتها مكاتب المساندة الداعمة للمرشاح محمد إدريس دابيتنو في حشدي وتوعية المواطنين للإدلاء بأصواتهم لصالحه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في السادسي مايو 2024 في كافة الأراضي الوطنية قد حققت أهدافها المرسومة ومن باب من لا يشكر الناس لا يشكر رب الناس فقد قدم الرئيس المنتخب محمد إدريس دابيتنو دعوة كريمة لمنسقي ورؤساء البعثات في الولايات لتناول مأدوبة العشاء التي وقيمت على شرفهم منسق مكاتب المساندة بكر روزي تغيل الذي كان مفعما بالحماس خلال إلقاء كلمته استهلها بالقول اسمحوا لي أن أتقدم بهذه الإشادة المستحقة بجدارة للرئيس المنتخب محمد إدريس دابيتنو الذي استطاع الاستحواز على أصوات المواطنين في الاستحقاقات الانتخابية التي أجريت في السادسي مايو بفضل برنامجه السياسي الاجتماعي مضيفا القول نحن مقتنعون وراضون جدا بهذا الشرف الذي لمسناه من جانبكم وأكد بكر روزي تغيل أن أغلبية المواطنين الشاديين قد منحوا أصواتهم للرئيس المنتخب لأنهم وجدوا في براميه السياسي ضلتهم المنشودة حيث إن أكثر من 250 مكتب مساندة جابوا دوائر البلديات والقرى والفرقان والمحافظات وحواضر الولايات إبان الحملات الانتخابية إلى جانب مرشحهم الأمر الذي كان له التأثير بشكل واسع في حصاد الأصوات لصالح المرشح وعرب منسق مكاتب المساندة في نهاية حديثه عن أمله أن يسود السلام والاستقرار والازدهار والتنمية فترة السنوات الخمسة المقبلة ووصف مدير الحملة الانتخابية محمد زينبادا مكاتب المساندة ورؤساء البعثات بالفرق النشط للغاية في حشد التأييد والتوعية للتصويت لصالح الرئيس المنتخب حيث إنهم يستطاعوا بحنكتهم إقناع المواطنين في جولاتهم المختلفة منح الفوز للمرشح في الجولة الأولى كما أقر محمد زينبادا بمساهمة ودور جميع مكاتب المساندة ودعمها الذي لا يمكن إنكاره في تحقيق الفوز الكاسح للرئيس المنتخب وأشاد محمد زينبادا بروح العمل والتنسيق بين الرؤساء البعثات ومكاتب المساندة أثناء الحملات الانتخابية وأشار محمد زينبادا إلى استئناف العمل مباشرة بعد تنصيب الرئيس المنتخب وذلك وفقا لبرامج الرئيس الاجتماعي لتلبية الآمال والتطلعات العريضة للشعب الشادي الذي ينشد التغيير ويتطلع المواطنون الشاديون إلى تغيير يضمن لهم حياة كريمة ويشعرهم بالانتماء إلى الوطن والمواطنة ومن أجل ذلك منحوا أصواتهم للرئيس المنتخب محمد إدريس دبيتنو الذي بدوره قال إن أغلبية الشاديين قد اختاروني ويجب أن نجسد مشروعنا الاجتماعي إلى حقيقة في أرض الواقع وأكد الرئيس المنتخب محمد إدريس دبيتنو أن الفوز الكاسح الذي حققه في الانتخابات جاء نتيجة لعملية الحشد والتوعية واسعة النطاق التي ضطلعت بها مكاتب المساندة بالتنسيق مع رؤساء البعثات في الولايات لذا يعتبر هذا الفوز فوزا جماعيا بينما توقع الكثيرون أن انتخابات هذا العام ربما تدخل البلاد في أزمة سياسية حادة إلا أن الأيام أظهرت خلاف ذلك حيث حي الرئيس المنتخب نضج الشعب الشادي وروحه الوطنية متطرقا إلى الهدوء الذي ساد الحملات الانتخابية ويوم الانتخابات وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الشعب الشادي يكن كل الحب والولاء لهذا الوطن المعطى ترجمة نانسي قنقر